أهلا بكم من ساعات توفى رجل الأعمال الملياردير أنسي ساويرس واللي يعتبر عميد عائلة ساويرس ومصر وهو والد رجل الأعمال الشهير نجيب ساويرس عن عمر يونيس 91 سنة بعد صراع مع المرض خبر الوفاء أعلنه الدكتور شريف دوس رئيس هيئة الأقباط المسيحيين العامة في مصر من خلال منشور ليه على صفحته الشخصية على موقع فيسبوك أسرة ساويرس أجنع عائلة في مصر الأب أنسي ساويرس وأولاده الثلاثة نجيب وساميح وناصف كل واحد منهم يمتلك أكتر من ألف مليون دولار رب الأسرة بدأ من السفر وتم تأميم أمواله فهاجر لليبيا وبعدها رجع مرة تانية لمصر وبدأ من السفر مرة تانية بتلت موظفين في حجرتين مصولة وحاليا تنطلق أعماله من برج ضخم يقع على دفاف النيل ويعمل في شركات الأسرة ألاف الموظفين والعمال وفي فاكرتنا النهاردة هنستعرض أبرز المعلومات عن أنسي ساويرس والد نجيب ساويرس وصاحب الرحلة الطويلة في العمل الاقتصادي سواء في مجال الإنشاءات والعقارات أو قطاع الاتصالات خليكم معي أنسي ساويرس من مواليد 14 أغسطس 1930 ويبلغ من العام 91 سنة وهو حاصل على باكالوريز الزراعة من جامعة القاهرة عام 1950 ويعتبر أنسي ساويرس مؤسس ورئيس مجموعة قرسكم وبدأ حياته في سوق المال والأعمال عبر شركة مأولاد سماها أنسي ولمعي وكان نشاط الشركة بيتمثل في تمهيد الطرق وحفر الطرع الرأي ولكن أمم جمال عبد الناصر شركته عام 1965 وبقى ساويرس على رأسها خمس سنين قبل أن يهاجل لليبيا سنة 1966 وعمل في ليبيا في المأولاد قبل رجوع المصر في منتصف السبعينات مرة تانية وأسس أنسي ساويرس في عام 1976 شركة قرسكم للمأولاد العامة والتجارة واللي أصبحت فيما بعد تسمى قرسكم للصناعات الإنشائية وتوسع نشاط شركته في الثمانينات والتسعينات ليشمل السياحة والفنادق وخدمات الكمبيوتر وخدمات الهاتف المحمول لتصبح المجموعة من أضخم الشركات المصرية وأونسي ساويرس متزوج من السيدة يسرية لوزا وعنده ثلاث أولاد نجيب وسميح وناصف اللي بيقودوا دلوقتي مختلف شركات المجموعة وقدرت مجموعة فوربس في قائمتها عن أغنى رجال الأعمال في عام 2010 صاروا يتراجل الأعمال أونسي ساويرس بحوالي 3.1 مليار دولار ولما تم إعداد القائمة في 2020 زادت صاروة 6 رجال أعمال مصريين بحوالي 1.6 مليار دولار ليبلغ مجموعتهم 18.4 مليار دولار مقارنة ب16.8 مليار دولار وجي في الصدارة الرابحين أغنى مليار دير عربي كالناصي في ساويرس بصافي صاروة تبلغ 8.5 مليار دولار بالزيادة 3.5 مليار دولار في أقل من سنة وكمان ارتفعت صاروة شقيق ونجيب حوالي 2 مليون دولار لتبلغ 3.2 مليار دولار ليصبح ثاني أغنى مليار دير في مصر وهم أبناء رجل الأعمال أنت ساويرس